بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لازلنا معكم في هذه الحلقات المستمرة بين السائل والمجيب وهذه الحلقة أيضا نسأل سؤال أو ربما يسأل سؤال هل أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حينما خرج بهذا العدد القليل هل أنه ألقى بنفسه إلى التهلك أم لا للإجابة على هذا السؤال أحبتي وحينما نتحدث عن سيرة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نرى أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد بعثهم الله تعالى فرادا النبي يبعثه الله لو انقارن أن بعثة النبي وعدده الذي هو واحد وربما اثنان كما في قضية موسى وهارون عليهم أفضل الصلاة والسلام أمام أعتاعتات زمانهم فمثلا نأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعثه الله لإرشاد الناس وأيضا إلى نمرود ونمرود عليه لعائن الله كان يحكم نصف العالم في حين أو في ذلك التاريخ في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نصف العالم كان يحكمه النمرود بعثه الله سبحانه وتعالى بعث الله عز وجل نبيه إبراهيم لإرشاد الناس وأيضا إصلاحهم وأيضا قام بإصلاحي أو بإرشادي النمرود طبعا النمرود رفض هذا الأمر رفضا قاطعا وكان يعتبر نفسه إله ويمر الناس بالسجود له لذلك إبراهيم حاججه حاججه قال ربي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت كيف يحيي ويميت جاء إلى شخص محكوم بالإعدام أطلق صراحة وإلى شخص آخر في سجنه بريء قام وقتله قال انظر أنا أحيي وأميت إذن أنا رب لعيذ بالله فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب آية كونية وفلكية هنا بهتة فبهت الذي كفر طيب هنا حينما يبعث الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم وهو وحيد فريد لا ناصر له ولا معين هل يقول يا رب أنا فرد واحد أمام أعتى عتات زمانه وهو النمرود كيف يكون ذلك يمكن أن يقتل فإذن أحبتي هنا القضية إذا قلنا أن هذه المسألة إلقاء بالنفس في التهلكة الله لا يبعث الأنبياء فرادا لهداية الناس لماذا؟ لأن هذا النبي من سماته أو صفاته هي القوة والشجاعة القوة والشجاعة الأمر الثاني أنه يجعل من الله تعالى ظهيرا وسندا له يتوكل على الله عز وجل فإذن إذا كان حدفه هذا حتى إن قتل حتى إن قتل فهو في سبيل الله هذا النموذج النموذج الثاني موسى وهارون عليهما أفضل الصلاة والسلام إذن اذهبا ماذا يقول الله تعالى لهما؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى يقفان أمام فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويرشدانه وينصحانه ويجيب السحر وقصة معروفة لا يخاف إني معكما الله يخاطب إني معكما أسمع وأرى إذن جعل الله تعالى سندا لهما وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وكان وحيدا ليس لمناصر إلا أبو طالب ماذا قال لعمي حينما طلب منه أن طلب ما جاءت بي قريش أنه يكف عنه قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه إذن يمجند نفس القتل وهذا إمامنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه الذي يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلالة على جيد الفتاة كأني بأوصالي هذه هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة فخرج الإمام وعند هدف هو إحياء دين الله وجند نفسه للقتل حتى وإن قتل لا يهتم بذلك لذلك أحبتي الإمام الحسين يوم العاشر طلب منهم أن يأخذ كل واحد من أصحابي بيدرج من أهل بيتي قال هذا الليل فاتخذوه جملا فليأخذ كل واحد منكم بيدرج من أهل بيتي القوم لا يريدون غيري إن ظفروا بي يستغلون عن غيري حتى إن كان قد بقي وحيدا لكن كلهم قال مقالته سادة حديث خاص حتى وإن بقي وحيدا سوف يقاتل في سبيل الله في سبيل إحياء الدين إذن هذا الذي يجعل اللهم أنت ثقتي في كل كرب هذا دعاء الإمام الحسين دعاء الآن وقت ضيق أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة فلم يهتم لأنه جعل الله ظهيرا وسندا له لذلك قاتل ويقتل إلهي كل الجراحات التي أصابت إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى إذن الواقع ليس الأمر فيه القابل نفس للتاليك إنما هو في سبيل الله سبحانه وتعالى والحديث بقية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر